وفي نقطة مهمة أنا هتكلم على العيب لعيب بس لازم الأول هتكلم على محمد صلاح هتكلم تعالوا معي بقى ايه بالكاميرا شوية هنا عشان عايز أقول كلمتين من القلب لمحمد صلاح محمد صلاح النهاردة قائد راجل حماسي مهاري سريع قوي هداف كل الصفات الممكنة أقولها على محمد صلاح احنا النهاردة ما كانش معانا أفضل لاعب في العالم وبس احنا كان معانا المصر الأصيل الجدع اللي بروحه بقلبه كان شهم في الملعب ليه يا كريم هو أنت بتبالغ شويتين لا يا فندم ارجع للمباراة وشوف اللي حصل في ديئة 19 وشوف اللي حصل في ديئة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوت الأول وانت تعرف أنا بقولك كلمتين دول محمد صلاح في ديئة 19 كان جوه منطقة الجزاء في كرة متحدكة مش كرة ثابتة جوه منطقة جزاء منتخب مصر بيطلع كرة براسه محمد صلاح أصلا ما بيرجعش يدافع محمد صلاح في ديئة 46 ديئة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوت الأول عمل عودة دفاعية مش طبعية بمنتهى السرعة بعد كرة ثابتة هجومية لمنتخب مصر تردت علينا بهاجمة مرتدة للسنغال ضرب سبريند دخل منطقة الجزاء كان بين الوينش وبين ياسر إبراهيم محمد صلاح عشان يأمن خط تفاع منتخب مصر ده غير الهدف طبعا اللي ساهم فيه ودخل من مدافع السنغال في مرماء كل ده بيعمله محمد صلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر